يعطيكم العافية يا سادس ان شاء الله يمثل اليوم باذن الله تعالى رح يكون اخر درس في هذا الفصل كل سنة وانتوا سلمين يلا حبابي خلنا نبلش طبعا حكينا احنا بهذا الدرس او راح نبلش بهذا الدرس والاستفادة من هذا الدرس انه نمثل البيانات بالقطاعات الديريزم انتوا شايفين ونفسر البيانات الموجودة بهاي القطاعات تمام هسا في نقدر نمثل البيانات بطرق عديدة غير اللي اتعلمتها سابقا مثل المدرج التكراري او المضلأ او المنهنة الى اخره في عندي طريقة لتمثيل البيانات اللي هي قطاعات دائرية نقسم الدائرة عدة اقسام كل قسم بالدائرة نقسمه ما اسمي نسميه قطاع الدائري هذا القطاع محصور هو جزء من الدائرة محصور بين نص قطر ونص قطر وجزء من محيط الدائرة لهو الشكل الخارجي هو جزء من المحيط الخارجي تمام الف ميم با بما انه يمس هذا القطاع لانه جزء من الدائرة فالف ميم با تسمى زاوية القطاع الدائري تمام وهلا احنا بنعرف يمس بالعادة مجموع او اخدنا في درس مجموع الزوايا اللي حولها نقطة يمكن يكون عندي هو قطاع يمكن هو عندي قطاع هون قطاع هون قطاع هون قطاع الاخر هي بتكون عدة زاوية حول هاي النقطة ولازم يعطيني يمس مجموح هاي الزوايا اللي حولها النقطة بتكون 360 درجة طيب يطلعون يمس على يطلعون اللحظة اجهد دفتر يطلعون يمس على المثال الممجود باول الكتاب. اطلعوا لها المثال موجود باول الكتاب. عندي مس هذا القطع. في عندي هذا القطع هاي الدائرة. في عندي قطع علمي بهذا الشكل. هنرسل رسم تقريبي. علمي خمسمية. وادبي في تلتمية. وثقافي في الف وميتين. بدنا الزاوية. هنرسل رسمي. بدنا الزاوية يمس. لحظة خلينا نجاعة دقاقة اكتر. بهاي الطريقة. هنرسل ادبي تلتمية. وعلمي خمسمية. وثقافي الف وميتين. الف وميتين كانت اكثر عدد. فهي اخذت جزء كبير جدا من الدائرة. هو اكبر قطع اللي هو الثقافي. اذا نضع تضم مكتبات المدرسة الفين كتاب. مجموك كل هدول الكتب يمس. الفين كتاب. خمسمية كتاب منهم علمي وثلاثمية ادبي و الف وميتين ثقافي. بدنا زاوية القطاع الدائري. بدنا زاوية القطاع الدائري. طيب. هسا قياس. قياس طبعا. هسا قياس زاوية القطاع الدائري. اللي بتمثل الكتب العلمية. الكتب العلمية. هيا ميس. بدنا هاي. الزاوية. زاوية القطاع. كيف اول اشي. عدد الكتب العلمية كمية ميس. خمسمية. على العدد الكتب كل موجود بالسؤال وحكيان انهم الفين كتاب. ضرب تلتمية وستين اللي هي مجموعة زوايا حول نقطة ثلاثمية وستين. هدا هو قانون قياس زاوية القطاع. العدد الكتب العلمية. على العدد الكل للكتب ضرب تلتمية وستين اللي هي الزاوية اللي بتكون مجموعة الزوايا حول نقطة. تمام. هسا عندي هون يمس خمسمية على الفين. عندي هون الصفرين بروح مع هون الصفرين. وهذا الصفر بروح مع عادة الصفر. خمسة ضرب ستة وثلاثين على قياس الزاوية الأدبي قياس الزاوية الأدبي قياس الزاوية الأدبية 3200 Export one 0 بروح مع الصفرين وهذا الصفر بروح مع هذا الصفر 36 يمس بثلاثة كام 98 تقسيم 2 يمس 98 تقسيم 2 اربعة وخمسين اربعة فاذا هنا يمس 3 اضرب 36 ثلاثين مية وتمانية تقسيم 2 فرح تطلع اربعة وخمسين درجة قياس هاي الزاوية طيب منا قياس الزاوية ماس مين هاي اللي هي الثقافية رح تتكبر اكبر ايشي رح تطلع اكبر قياس زاوية قطاع الثقافية مس كم عدد الكتب الثقافية الف ومتين على عدد الكتب الكل كم الفين ضرب 3600 الصفر هاد بروح مع الصفر وهدول الصفرين بروح مع دول الصفرين طيب تقسيم 2 واحد تقسيم 2 ستة ستة تلاتين ضرب ستة هون بطلع عندي ميتين وستاش قياس الزاوية اللي بتمثل قطاع الدائري لالكتب الثقافية طيب اطلعوا لي على هذا الجدول موجود مية وستة يامس زما انتم شايفين عندي بيانات اه يمثل هذا الجدول اعداد للطلبة في احدى المناطق موزعين على فروع التعليم اطلع لفرع العلمي في الف طالب لادبه 600 الميهاني 400 شو بتدعو؟ جت قياس زاوية كل قطاع للقطاعات الدائري بكل سهول هي ميث هون عندي كم طلبة الفرع العلمي الف على عدد الطلبة كلها مجمع عدد الطلاب كاملين 1600 و 400 هم يكونهم يامس 2000 طالب مقسمين لفرع علمي و أدبي و مهاني 2000 طالب ضرب 360 هادولة 3 أصفار بروح مع هادولة 3 أصفار 360 تقسيم 250 180 درجة 180 درجة إذن قياس زاوية القطاع اللي بيمثل الفرع العلمي 180 درجة طيب الأدبي بكل سهولة 600 على 2000 وهو عدد الطالب الكلي ب360 هادولة 0 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 6 درجة 36216 تقسيم 2108 قياس زاوية القطاع اللي بيمثل الفرع الأدبي أما قياس زاوية القطاع اللي بيمثل الفرع الميهني 400 على 2000 ضرب 360 هادولة 0 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 ما بهمني يمس هون انه ننثل هاي البيانات بالقطاعات الدائرية بهمني انه نعرف قياس زاوية كل قطاع من القطاعات الدائرية لانه الرسم بغلب شوي وبيعجع تمام وصلا امتحاناتنا يمس هون رح تكون ضعي دائرة فما رح نقدر نرسم وهي كمس ان شاء الله خلصنا الجزء الاول من درسنا وان شاء الله المرة الجاي بي نكمل ويعطيكم الف عافية